مرحبا يا أصدقائي أحسنتم سوف نستخدم عملية الجمع 36 زائد 18 أولا سوف نحدد منازل الأعداد لتسهل علينا عملية الجمع هذه منزلة الآحاد أما هذه العشرات الآن سوف نجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات هيا بنا 6 زائد 8 يساوي 14 أحسنتم إن منزلة الآحاد لا نستطيع أن نضع فيها رقما أكبر من 9 ماذا نفعل؟ سوف نقوم بإعادة التجميع حيث نقوم بنقل الواحد إلى منزلة العشرات وهذا ما يسمى إعادة التجميع وبذلك يصبح لدينا أربعة فقط في منزلة الآحاد الآن دعونا نجمع منزلة العشرات ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة ثم نضيف على الأربعة الواحدة الذي قمنا بنقله فيصبح الناتج خمسة إذن ناتج الجمع أربعة وخمسون إذن لدى رغد أربعة وخمسون ملصقا أحسنتم اشترى باسم علبتين من الكرات الصغيرة علبة بها 128 كرة حمراء اللون وعلبة بها 45 صفراء اللون فكم يمتلك باسم من الكرات؟ ماذا نفعل لنعرف؟ أحسنتم سوف نستخدم عملية الجمع 128 زائد 45 إن هذا الرقم يتكون من ثلاث منازل أما هذا فيتكون من منزلتين كيف نجمعها؟ أحسنتم أولاً سوف نحدد منازل الأعداد الآحد الآحد العشرات المئات حسناً فلنبدأ الجمع ثمانية زائد خمسة يساوي ثلاثة عشر أحسنتم إن منزلة الآحد لا نستطيع أن نضع فيها رقماً أكبر من تسعة لذلك سوف نقوم بإعادة التجميع حيث نقوم بنقل الواحد إلى منزلة العشرات وبذلك يصبح لدينا ثلاثة فقط في منزلة الآحد الآن دعونا نجمع منزلة العشرات اثنان زائد أربعة يساوي ستة ثم نضيف على الستة الواحد الذي قمنا بنقله فيصبح الناتج سبعة أحسنتم فلننتقل إلى منزلة المئات يوجد بها الرقم واحد فقط ولا يوجد هنا منزلة مئات ولذلك سوف نكتب هنا واحد إذن ناتج الجمع مئة وثلاثة وسبعون إذن لدى باسم مئة وثلاثة وسبعون كرة حسناً كيف نجمع رقماً يتكون من ثلاث منازل مع رقم يتكون من ثلاث منازل هيا نعرف سوياً يوجد لدينا هنا خمسمائة وسبعة وأربعون زائد ثلاثمائة وستة وعشرين أولاً سوف نحدد منازل الأعداد حسناً فلنبدأ الجمع سبعة زائد ستة يساوي ثلاثة عشر أحسنتم إن منزلة الآحاد لا نستطيع أن نضع فيها رقماً أكبر من تسعة لذلك سوف نقوم بإعادة التجميع حيث نقوم بنقل الواحد إلى منزلة العشرات وبذلك يصبح لدينا ثلاثة فقط في منزلة الآحاد دعونا نجمع منزلة العشرات أربع زائد اثنين يساوي ستة ثم نضيف على الستة الواحد الذي قمنا بنقله فيصبح الناتج سبعة أحسنتم هيا نجمع منزلة المئات خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية إذن ناتج الجمع ثمانمائة وثلاثة وسبعين ما رأيكم أن نأخذ مسألة أخرى؟ يوجد لدينا هنا مائتان وتسعة عشر زائد ثلاثمائة وواحد وعشر أولا سوف نحدد منازل الأعداد الآحد العشرات المئات حسنا فلنبدأ الجمع تسعة زائد واحد يساوي عشرة أحسنتم إن منزلة الآحد لا نستطيع أن نضع فيها رقما أكبر من تسعة لذلك سوف نقوم بإعادة التجميع حيث نقوم بنقل الواحد إلى منزلة العشرات وبذلك يصبح لدينا صفر فقط في منزلة الآحد الآن دعونا نجمع منزلة العشرات يساوي ثلاثة ثم نضيف على الثلاثة الواحدة الذي قمنا بنقله فيصبح الناتج أربعة أحسنتم هيا نجمع منزلة المئات اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة إذن ناتج الجمع هو خمسمائة وأربعون يوجد لدينا هنا ستمائة وستة وثلاثون زائد مائة وسبعة وثلاثين أولا سوف نحدد منازل الأعداد الآحد العشرات المئات حسنا فلندأ الجمع ستة زائد سبعة يساوي ثلاثة عشر أحسنتم إن منزلة الآحد لا نستطيع أن نضع فيها رقما أكبر من تسعة لذلك سوف نقوم بإعادة التجميع حيث نقوم بنقل الواحد إلى منزلة العشرات وبذلك يصبح لدينا ثلاثة فقط في منزلة الآحد الآن دعونا نجمع منزلة العشرات ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة ثم نضيف على الستة الواحد الذي قمنا بنقله فيصبح الناتج سبعة أحسنتم هيا نجمع منزلة المئات ستة زائد واحد يساوي سبعة إذن ناتج الجمع سبعمائة وثلاثة وسبعون يوجد لدينا هنا أربعمائة وثمانية وتسعون زائد ثلاثمائة وأربعة وثلاثين سوف نحدد منازل الأعداد الآحد العشرات المئات حسنا فلنبدأ الجمع ثمانية زائد أربعة يساوي اثني عشر أحسنتم الآن ماذا نفعل أحسنتم سوف نقوم بإعادة التجميع حيث نقوم بنقل الواحد إلى منزلة العشرات وبذلك يصبح لدينا اثنان فقط في منزلة الأحد الآن دعونا نجمع منزلة العشرات تسعة زائد ثلاثة يساوي اثني عشر ثم نضيف على اثني عشر الواحد الذي قمنا بنقله فيصبح الناتج ثلاثة عشر إن منزلة العشرات لا نستطيع أن نضع فيها رقما أكبر من التسعة إذن ماذا نفعل أحسنتم سوف نقوم بإعادة التجميع حيث نقوم بنقل الواحد إلى منزلة المئات وبذلك يصبح لدينا ثلاثة فقط في منزلة العشرات هيا نجمع منزلة المئات أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة ثم نضيف على السبعة الواحد الذي قمنا بنقله فيصبح الناتج ثمانية إذن ناتج الجمع ثمانمائة واثنان وثلاثون وبهذا يا طلابي الأحباء نكون قد تعلمنا اليوم معا الجمع بطريقة أفقية ضمن تسعمائة وتسعة وتسعين مع إعادة التجميع تسعمائة وتسعمائة وتسعين التي Brothers تسعمائة وتسعمائة وتسعمائة شكرا